الى صحيفة ياني شفق التركية اردوغان لبوتن تطهير الحدود السورية من الارهابيين بعمق 30 كيلو مترا اولوية اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لنظيره الروسي فلادمير بوتن اولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الارهابيين بعمق 30 كيلو مترا على الاقل جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين تناول ملف الطاقة والعلاقات الثنائية وقضايا اقليمية من بينها ممر الحبوب ومكافحة الارهاب بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية صدر اليوم اكد الرئيس اردوغان لنظيره الروسي اولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الارهابيين بعمق 30 كيلو مترا على الاقل في المرحلة الاولى بموجب اتفاق سوتي المبرم عام 2019 وفيما يتعلق باتفاق الحبوب افد الرئيس اردوغان خلال الاتصال انه يمكن الاعداد لتصدير مواد غذائية وسلع اخرى بشكل تدريجي في اطار ممر الحبوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة